اكثر من مئتي قتيل في زلزال ضرب المكسيك الامم المتحدة تحذر من تزايد حالات الموت المبكر حول العالم والامارات تطلق هاشتاغ معا ابدا احتفالا باليوم الوطني للسعودية اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من المكسيك اذ ازداد عدد الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال المدمر في المكسيك الى 224 قتيلا على الاقل بحسب ما اعلنت السلطات فجر اليوم ودع الرئيس المكسيكي سكان المناطق المتضررة الى التحلي بالهدوء قائلا ان الاولوية في هذه المرحلة تتركز في العثور على ناجين تحت الانقاذ واشار الى ان نحو 40% من العاصمة مكسيكو سيتي اصبحت من دون كهرباء بينما بلغت النسبة 60% في ولاية موريلوس المجاورة في السياق ذاته قتل 21 طفلا على الاقل واعتبر نحو 20 اخرين في عداد المفقودين عند انهيار مدرسة في مكسيكو جراء الزلزال وفق ما اعلنته الحكومة يوم الثلاثة وتوقعت وزارة التربية ارتفاع الحصيلة الاجمالية للقتل في المدرسة مع وجود مفقودين تحت الانقاذ الى نيوزلندا حيث ضرب الزلزال تحت البحر بقوة 6 درجات وعشر الدرجة وقع في المحيط الجنوبي جنوب نيوزلندا بحسب ما نقلته هيئة المسح الجيولوجي الامريكية ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات ولم تصدر على الفور اي تحذيرات من حدوث امواج مد عاتية سونامي بعد الزلزال القت زعيمة ميانمار اول خطاب لها منذ اندلاع عمال العنف في ولاية راخين وابدت استعداد بلادها لتنظيم عودة اكثر من 400 الف لاجئ من الروهينغا فروا الى بنجلادش المجاورة التقرير اتالي مشاهدين والتفاصيل بعد نزوح 400 الف مسلم من الروهينغا زعيمة ميانمار ولأول مرة تخرج عن صمتها الذي دام طويلا لتدين جميع انتهاكات حقوق الانسان مشيرة الى انه سيتم محاسبة اي شخص مسؤول عن اقتراف انتهاكات في ولاية راخين المضطربة التي تقتنها اقلية الروهينغا المسلمة زعيمة ميانمار التي تواجه انتقادات حادة على خلفية الحملة العسكرية في ولاية راخين قالت انها لا تخشى من اي تحقيق دولي وانه لابد من تحديد الاسباب التي دفعت بالروهينغا الى الفرار اعربت سوتي في اول موقف لها من احداث العنف التي بدأت في اواخر اغسطس اب الماضي ووصفتها الامم المتحدة بانها تطهير عرقي عن قلقها على المسلمين والمدنيين العالقين في الازمة كما ابدت زعيمة ميانمار استعداد بلادها لتنظيم عودة اكثر من 400 الف لاجئ من الروهينغا الذين فروا الى بنجلاديج المجاورة تأتي هذه التصريحات لزعيمة ميانمار التي طال انتظارها بعد موجة انتقادات دولية واسعة وفرصة اخيرة وجهت من قادة العالم المجتمعين في نيويورك حيث اثار رفض سوتي الدفاع عن الروهينغا منذ بدء اعمال العنف حتى الان غضب المجتمع الدولي الذي احتفى بها يوما كبطلة الصراع من اجل الديمقراطية في ميانمار بكثير من الدموع والاسى روت لنا محمودة اللاجئة الى بنجلاديش من ميانمار كيف هربت باطفالها واحزانها بعدما قتل الجيش البورمي زوجها بفأس عقبات عذيبه وكيف حرق منزلها ومنازل جيرانها وقتل اخرين واقتصب الفتيات كنت اعيش مع زوجي واطفالي في منطقة بازار جمال بولي من ولاية راخين تعرضنا للعنف في فترات متقطعة لكن المرة الاخيرة كانت قبل شهر حيث طوق الجيش الميانمار منازلنا لمدة اسبوع ومنعوا الدخول والخروج من القرية وهجم علينا رتل من الجيش لم يتحدثوا معنا بشيء بل بدأ بعض منهم يدمرون البيوت بأيديهم والبعض الآخر اشعلوا النيران فيها كان هناك بيت لجدتي بيتها من ضمن البيوت التي تم احراقها من قبل الجيش لم نتمكن من الفرار الى ان اتت النيران على جميع جوانب البيت فماتت فيها ثلاثة من افراد الجيش دخلوا غرفة نومي حيث كان زوجي مختبئا فاشبعوه ضربا ثم شقوا رأسه بفأس كبير ففارق الحياة امام عيوننا غير بعيد عن منازلنا اختصبوا عددا كبيرا من الفتيات وكان الجميع يتحدث عن اصناف مختلفة من التعذيب يقومون بقتل الشباب خاصة ثم يلقوهم في النهر وبعدها يقتصب الفتيات والنساء هربت مع اطفالي بصحبة ثلاثين شخصا اخرا اختبأنا في الغابات اليومين بلا طعام ولا شراب حيث تم احرق كل ممتلكاتنا في القرية وكنا نتناول اوراق الاشجار كنا ننتقل من قرية الى قرية حفاتا ومشيا عن الاقدام وكان البوذيون والجيش يتعقبوننا عندما وصلنا الى النهر شن علينا هجوما لاذعا وبدأوا يطلقون النار تمكننا من الفرار لكن رصاصهم قتل خمسة اشخاص واصاب الاخرين من ركاب القارب كنت انقل ابنائي بين المياه واليابسة تركنا وراءنا كل ممتلكاتنا كان ابنائي يرزحون تحت البرد والمطر بلا طعام او مأوى لاسبوعين عندما وصلنا هنا في هذا المخيم تبرع السكان المخيم بملابس لاطفالي لكن لا يوجد هناك مقاومات للحياة ولم نأتي الى هنا ومعنا شيء ولا يزال هطول الامطار متواصلا ومن الصعب ان يعيش اطفال في مثل هذه الاجواء والظروف التي تمر علينا اتمنى ان تمد لنا يد العون اعتقد ان سبب استهدافنا من قبل البوذيين هو اننا مسلمون فقط لا غير البوذيون يستهدفون الفئات الشبابية الصغيرة انهم يقتلون الفتيان بلا تفرقة ويغتصبون الفتيات بشكل جماعي عن تنظيم القاعدة طوال السنوات العديدة الماضية لكن هناك سبب اليوم للاعتقاد بان التنظيم قد يكون على شفى الهاوية وقد يكون زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري ميتا لطالما كان الظواهري مسؤولا في السنوات الاخيرة عن كثير من اوجه القصور في القاعدة يبدو ان المسألة الان ابعد من سوء ادارة بسيطة حيث ان هناك اسباب متزايدة للاعتقاد بان الظواهري ربما ميت او عاجز وان القاعدة تخفي وفاته عن اتباعها وعن العالم اجمع وتقوم القاعدة بذلك كجهد اخير لتفادي التداعي الوشيك تكتيك طالبان الفاشل ذاته من الجدير بالملاحظة ان كبار القادة في تنظيم القاعدة يحاولون محاكاة الاستراتيجية التي استخدمتها حليفتهم الافغانية طالبان بعد وفاة زعيمها البارز المل عمر في عام 2013 في ذلك الوقت خططت مجموعة صغيرة من قادة طالبان على اخفاء وفاة المل عمر بهدف منع انهيار التنظيم تمكنت المجموعة من الاستمرار بهذه الخديعة لمدة عامين قبل ان يتم فتحها وتضطر الى نقل القيادة الى شخصية المل أخطر منصور المثيرة للجدل والتي لا تحظى بشعبية كبيرة ومن جوانب كثيرة لم تتعاف حركة طالبان بعد من وفاة المل عمر بطبيعة الحال هذا النوع من الخداع هو اداة مشتركة ومفضلة عند الانظمة الاستبدادية الفاسدة وعلى مر العصور الادلة ظاهرة للجميع اذا ما استعرضنا عن كثب البيانات الاعلامية صادرة عن القاعدة وحالة تنظيم القاعدة بشكل عام يمكننا ملاحظة امور كثيرة ومتزايدة تشير الى احتمال وفاة الظواهر او اصابته بمرض خطير قبل نحو عام وتحديدا في ربيع او صيف عام 2016 كل مقاطع الفيديو الاخيرة للظواهر التي تم اصدارها من قبل القاعدة تتشابه بكونه ان الظواهر يتحدث بشكل عام حول مسائل قديمة جدا تاريخية وليس لها اي صلة بالاحداث الاخيرة كما لو كانت هذه مقاطع صوتية ارشيفية سجلها الظواهر في السنوات الماضية وتستخدم الان من قبل قادة القاعدة للحفاظ على فكرة ان الظواهر لا يزال على قيد الحياة بالفعل هذا هو الخداع بحد ذاته وسوف نقدم المزيد من الادلة على الشكوك حول حالة الظواهر خلال الايام المقبلة ولهذا نشجع القراءة والمشاهدين على توجيهنا ومشاركتنا بادلة اخرى قد يعرفونها القاعدة في اغلب الظن تكذب لكن هذه المرة سوف تجد انه من الصعب عليها مواصلة هذه الكذبة وحيكم من جديد حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من وفاة ملايين الاشخاص حول العالم قبل الاوان من الامراض غير المعدية مثل السرطان وامراض القلب واشرت المنظمة الى اهمية قيام الدول باجراءات فعالة لمحاربة امراض العصر التفاصيل حول تقرير الامم المتحدة مع الزميلة حنان ظاهر في الماضي بحث البشر عن اكسير الحياة عن هذا الدواء السحري الذي سيطيل العمر ويعطينا الشباب الدائم وربما كان الخيال في الماضي بان التطور في المستقبل هو ما سيوصلنا لسر الحياة الطويلة والصحية لكن على العكس تماما فالتقارير العالمية تظهر ان البشر باتوا يموتون قبل اوانهم فقد حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من وفاة ملايين الاشخاص حول العالم قبل الاوان من الامراض غير المعدية مثل السرطان وامراض القلب وعلى الرغم من سعي العديد من الحكومات الى السيطرة على الامراض غير المعدية الا ان هذه المساعي حققت تقدما محدودا بحسب الصحة العالمية وبحسب التقرير الجديد تعد الامراض غير المعدية اكبر مسبب للوفاة في العالم اذ تحصد ارواح 15 مليون شخص بين الثلاثين والسبعين من العمر كل عام واشر التقرير الى ان 80% من الوفيات في العالم تحدث في الدول النامية بما يكلف اقتصادات تلك البلدان 7 تلريونات دولار وفي هذا الصدد شدد الدكتور دوغلاس بيتشر مدير الوقاية من الامراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية على حاجة المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراء عاجل اذا ما اراد خفض وفيات الامراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول العام 2030 الذي هو هدف من اهداف التنمية المستدامة نافذة فرص انقاذ الارواح تضيق فانتشار السمنة المفرطة وزيادة الوزن والسكري تهدد حياة فئة كبيرة من الشباب والاطفال مدير قسم الوقاية من الامراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية حذر من ان التقاؤس في حماية الناس من امراض العصر يحكم على حياة الشباب بالصحة السيئة وقليلة الفرص الاقتصادية الى ذلك يذكر ان بعض الدول استثمرت بالفعل في اصلاح واسع النطاق لخفض معدل الوفيات حيث نجحت في معالجة الوجبات الغذائية عالية الملح والمشبعة بالدهون ولا تزال الصورة اكثر اختلاطا في اماكن اخرى مما يشير الى تزايد اعداد الاشخاص المعرضين للخطر لا سيام الشباب في الشن اليمني تمكنت جيش الوطني باسناد من قوات التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرض الحدودية في ظل انهيارات كبيرة بصفوف الانقلابيين ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن مصادر عسكرية ان المعارك المستمرة منذ فجر يوم الاثنين اسفرت عن تطهير المواقع المحيطة بالمنطقة الحثيرة المحاذية لميدي من جهة الجنوب ينقل فيلق القدس الى حلفائه في اليمن حمولة محظورة ليست فقط اسلحة بل يزويدهم بافراد من ميليشيا في المنطقة لادارة وتشغيل اسلحة لا تمتلك افراد الحوثي معرفة في تشغيلها كالصواريخ الباليستية التي وصلت شحنات كبيرة منها الى اليمن وهذا ما توقف عنده فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري الى اليمن نتابع بالنسبة للصواريخ الباليستية ايضا هي احد الاسلحة التي هربت الى اليمن سواء عن طريق الطيران لما كانت هناك عشرين ريح للطيران والان مخبية في الجبال وخصوصا في منطقة جبال النهدين وفي الوية بعض الصواريخ داخل الجبال المشكلة الصواريخ في اليمن ان الجهاز الجايرسكوب قديم تحتاج الى صيانة معطلة فاتوا بصواريخ ايرانية من يقوم على تشغيل هذه الصواريخ هم ناس من حزب الله العراق او حزب الله اللبناني بجوازات لبنانية وبتدريب ايراني يعني هذه العملية واضحة حتى الاسماء لدي الناس اللي عملت في اليمن واذا قالك ما في ناس قولهم كذابين هناك مجموعات من حزب الله سواء كانت عراقية او لبنانية او ايرانية وتحمل جوازات لبنانية وتحمل اسماء لبنانية موجودة في اليمن وتدربهم على اطلاق الصواريخ بالذات حزب الله التفاصيل الكاملة مشاهدين تتابعونها في فيلم الحمولة المحضورة طريق الحرس الثوري الى اليمن اليوم مباشرة عقب انتهاء برنامج سيديو الان الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية على تلفزيون الان ولا تنسوا التفاعل على هاشتاغ الحمولة المحضورة في موقع تويتر وفيسبوك لاستعراض تعليقاتكم على الهواء مباشرة ايضا في اخبارنا مشاهدين قصفت الطائرات الروسية ثلاثة مشاف ومركزين للدفاع المدني في ريف ادلب بعد سبعة اشهر من غياب الطائرات الحربية عن سماء المناطق المحررة التفاصيل في تقرير مراسلنا احمد امين استفاق اهالي ريف ادلب الجنوب على قصف مكثف من الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام السوري في هذه الفترة التي تعتبر غياب للطائرات الحربية منذ فترة ليست بقليلة منذ بدء مؤتمر الاسيتانة اليوم بغتت هذه الطائرات اهالي ريف ادلب الجنوبي وقصفت عدة مدن وقراب وبلدات في ريف ادلب الجنوبي منها هذا المشفى الذي اقف امامه الان في مدينة التح هذا المشفى الاختصاصي في التوليد والاطفال والنسائية الذي خرج تماما عن الخدمة اصيب هنا ممرضتان ومستخدمة من المشفى وخرج المشفى بالكامل عن الخدمة هذا المشفى الذي يخدم اكثر من 35 قرية في ريف ادلب الجنوبي طبعا تم اليوم استهداف مشفى التوليد والنسائي في بلدة التح من قبل الطيران روسي بسلاس طلعات ادت الى تدمير المشفى بالشكل كامل وخرج المشفى عن العمل كما ادى الى مجموعة من الاصابات استشهاد عاملين من طاقم المشفى واصابة احد العاملين في المشفى بكسر في الساق بالاضافة الى بعض الاصابات وخرج كافة اقسام المشفى عن الخدمة طبعا دمار هائل في المشفى وخرج كافة الاقسام عن العمل مشفى الرحمان مشفى اخصائي توليد واطفال ونسائي في قسم الاستشفاء النسائي وقسم الاستشفاء الاطفال جناح كامل مؤلف من جناحين المشفى يخدم ريف المعرة الجنوبة والشرقية كونه المشفى الوحيد مختص في هذا الامر في هذه المنطقة الجدير بالذكر ان الطائرات الروسية ايضا قصفت مركز للدفاع المدني في مدينة خانشيخون ومشفى الرحمة ايضا في مدينة خانشيخون وقصفت مشفى اوريانت الجراحي في مدينة كفرنبل هذا المشفى الوحيد في اختصاص الجراحية الذي يخدم اغلب منطقة ريف ادلب الجنوبي احمد امين لاخباري الان مري في ادلب الى العراق حيث احيى اهالي الموصل يوم السلام العالمي على ارض جامعة مدينتهم من خلال انشطة فنية وثقافية وشعبية بحضور فنانين عراقيين وعالميين اعلنوا من خلالها ان مدينتهم لم ولن تتأثر بارهاب داعش الذي احتلها على مدى نحو ثلاث سنوات ومؤكدين ان افكار الظلام فشلت بقمع تاريخ الموصل وثقافتها مراسل اخبار الان ويسام يوسف والتفاصيل السلام والافرح تدخل مدينة الموصل مجددا من بوابة مهرجان يوم السلام العالمي الذي شهده ملعب جامعة الموصل اذ جعله اهالي الموصل يوما للفرح والاحتفاء بالفن والجمال معلنين نهاية ظلام داعش الذي غلف مدينته لنحو ثلاث سنوات هذا الشي يوجه رسالة للعالم ان الموصل ما لها علاقة كان بما قبل ثلاث سنين صاغت الحروب الدمار الموصل تحب السلام تشارك بالسلام ان شاء الله نكون نجحنا بتمثيل هذا الشي جميعاتها في مدينة الموصل ومكوناتها شاركوا الفرحة والاحتفال جنبا الى جنب دون خوف او ريبة عبر ترجمة تراثهم بعروض من الفنون الجميلة وشاركهم فيها مجموعة من الفنانين العراقيين المعروفين على مستوى العالم كل المحبة والتقدير لابناء الموصل والاقدرتهم العظيمة في عادة الحياة الى مدينتهم خصوصا واحنا في جامعة الموصل حيث المستقبل حيث الجيل الجديد اللي يحاول يرسم المستقبل بشكل كبير أنا سعيد في سعادة كبيرة ان اكون في الموصل وان شاء الله سنعود عدة مرات بمساعدة في عادة الاعمار ومساعدة الناس في المخيمات وفي الجانب الايمن والمناطق المتضررة وان شاء الله ايضا مساعدة في عادة الاعمار ملعب جامعة الموصل غص باهل المدينة الذين قدموا ليعلنوا امام العالم ان مدينتهم عادت الى الحياة والثقافة والفن بسلام وامان مؤكدين ان كل اشكال الخراب الذي جلابه داعش لقرابة ثلاث سنوات اصبح جزءا من الماضي نحن شعب واحد لا يفرقنا اي ظرف من الظروف سنبقى موحدين وسيبقى عراقنا عظيم وستبقى مدينة الموصل مدينة الحدباء مدينة البناء والاعمار والسلام ومن هنا رسالة لكل العالم نقول ارضنين وارض السلام فرحة اهل الموصل بيوم السلام العالمي رسالة اراد منظم المهرجان ايصالها الى العالم مفادها ان الصورة التي حاول داعش رسمها للمدينة بعيدة كل البعد عنها وان افكار التنظيم الارهابي التي حاول زرعها لم تنبت او تثمر احييكم من جديد اطلقت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم ختما خاصا باللون الاخضر بمناسبة احتفال المملكة باليوم الوطني وتصدر الختم الذي تم تفعيله بمطار دبي الدولي شعار المملكة العربية السعودية وعبارة السعودية الامارات هاشتاغ معا ابدا يشار الى ان امارة دبي تقيم احتفالات خاصة باليوم الوطني السعودي نهاية الاسبوع الجاري تشهد حفلات غنائية مجانية لنخبة من الفنانين والفنانات وتنظيم انشطة متنوعة في عدد من المراكز التسوقية والوجهات الترفيهية الرائدة وعروض الالعاب النارية ونتحول وإياكم مشاهدين الى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الاماراتية التي نقرأ منها مخاطر الصحية تدفعك للتوقف عن استخدام غفوة المنبه يعاني معظمنا من مشكلة الاستيقاظ مباشرة في الصباح الباكر دون إيقاف المنبه مرارا وتكرارا عبر استخدام ميزة الغفوة ولكن حذر احد العلماء من خطر هذه العادة على صحتنا حيث تبين ان 39% من البريطانيين ينامون لمدة تقل عن 7 ساعة كل ليلة الى صحيفة الاتحاد الاماراتية التي اخترنا منها لكم عرضة ازياء في التاسع والستين من العمر لا تظهر ماي موسيك البالغة من العمر 69 عاما التي بدأت عملها في مجال الموضة بعمر الخمسة عشر عام اية علامات على تباطئ مسيرتها المهنية اذ وقعت في شهر ايار مايو الماضي عقدا مع شركة اي ام جي موديلز وظهرت في عدد من المجلات واليوم شقت طريقها مجددا لعرض الازياء في معرض كوريا لمجموعة ربيع وصيف الفين وثمانية عشر ونطالع من صحيفة القبس الكويتية سرطان الرئى يتربص بمرضى الايدز المدخنين جاء في تفاصيل الخبر كشف دراسة طبية ان المدخنين المصابين بفيروس نقص المناع البشرية المسؤول عن مرض الايدز الذين يتلقون العلاجات مهددون بان يؤدي بهم سرطان الرئى اكثر بعشر مرات من الخطر الذي تسببه اصابتهم بالفيروس نفسه صحيفة الامارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها الافطار المثالي لطفلك في خمسة عشرة دقيقة شددت الغرفة الاتحادية للاطباء على اهمية اي تناول الطفل وجبة الافطار قبل الذهاب الى المدرسة كي لا يعاني من ضعف التركيز والشعور بالتعب سريعا واوضح الاطباء الالمان انه من المثالي اي تناول الطفل في المنزل وجبة افطار تتألف من الحليب ومنتجاته وخبز الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه لامداد الجسم بكل العناصر الغذائية المهمة وختم مشاهدين من صحيفة الوسط البحرانية جبل جليدي عملاق على وشك الانفصال عن انتركتيكا بات احد اكبر جبال الجليد المرصودة في العالم على وشك الانفصال عن القارة القطبية الجنوبية بحسب ما اعلن باحثون فالصدع الذي يشوق على امتداد مائتي كيلو متر قطعة جليد معلقة بغرب انتركتيكا والذي يراقب منذ سنوات عدة ازاد طولا بمعدل سبعة عشر كيلو مترا خلال ستة ايام فقط نعود الى اخبارنا مشاهدين وفيها ايضا هندي امرأة سورية لاجئة في لبنان نجحت هذه المرة ان تجعل من منزلها مارضة لمنتجات فنية صنعت منتجاتها من مواد مستهلكة وتأمن ان يعود عليها هذا الامر بالمال ليخفف عليها من اعباء اللجوء تفاصيل اوفا في التقرير في هذا المنزل الصغير تعيش هندي لاجئة سورية في شمال لبنان هي ام لارباعة اولاد فقدت اثنان من ابنائها في مجزرة الساعة في حمص لتعود وتلتقي بهم بعد عامين الحمد لله رب العالمين عملوا دورات للناس الجايين الامام وانا جابوا انسي من بيروت علمتنا شغلات انه كيف نأسس بيوتنا كيف نعمل كذا انا كان ناقصنا خبرة صغيرة انه كيف بس بعدت الموضوع والحمد لله رب العالمين انجحت بالدورة العملوة وعملت عدة شغلات فانا كان يجينا مساعدة كاراتين كذا هذا كله ما كبه جيبوا استثمروا من اول وجديد الكارتون استفيد منه سطل اللبن استفيد منه الراصول تعلموا كيف يستفيدوا من اي شغل عندهم ما شرط الانسان يكب كل شيء عنده بالعكس نحن من الله شيء نصنع الشيء تعيش هذه المرأة ظروفا اقتصادية صعبة اذ باتت المعيلة الوحيد لعائلتها بحثت كثيرا عن عمل دون جدوى فما كان منها الا ان بدأت باعادة تدوير بقايا الاستهلاك اليومي من ورق وكارتون وبلاستيك وتحويلها لمنتجات فنية هذه المرأة تبلغ من العمر 38 عاما خضعت لدورة تدريب في مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة بدأت بعد ذلك بتطبيق اعادة تدوير مواد مستهلكة منطلقة من فكرة نحن من لا شيء نستطيع عمل اي شيء من الافضل النساء العشرة السوريات اللي هنا نتكرموه بالاراضي اللبنانية بالنزوح فاطمة طرشو هي احدى المتطوعات في منظمة ميرسيكور تقول ان هانادي صنفت في لبنان من بين افضل عشر نساء سوريات بين اللاجئين من لا شيء نصنع كل شيء كانت كفيلة ان تنسي هذه المرأة متاعب اللجوء وتحول معاناتها الى قصة فنية بادوات مستهلكة تصرها نادي ان المرأة السورية بامكانها التغلب على ظروف اللجوء الصعبة للبقاء على قيد الحياة والتمسك بامل العودة الى سوريا قريبا وفي اخبارنا الاقتصادية انخفضت اسعار عقود النفط متراجعة عن اعلى مستوياتها في نحو خمسة اشهر قبل اجتماع بين منتجين رئيسيين لمناقشة تمديد محتمل لتخفضات في امدادات الخام لكن السوق تبقى متفائلة قبل الاجتماع الذي سيعقد بين اوبك ومنتجين غير اعضاء في المنظمة لمناقشة احتمالات تمديد اتفاقهما لخفض الامدادات وقبل ختام النشر مشاهدين هذا التذكير بما جاء فيها من عنوين اكثر من مئتي قتيل في زلزال ضرب المكسيك الامم المتحدة تحذر من تزايد حالات الموت المبكر حول العالم والامارات تطلق هاشتاغ معا ابدا احتفالا باليوم الوطني للسعودية بهذا اذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الاخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الالكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع اعود والتقيكم مشاهدين بعد اقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة